كابتن عادل للدوافع عن فريتين نتكلم عليها كابتن محمد يوسف وقال أن الدوافع قد تبدو مختلفة بعض الشيء النادي العيل طبعا عايز يواصل تحطيم الأرقام الخاصية بتاعته عايز يواصل المكسب كالعادة في لعيبة ممكن النهاردة تاخد دور أساسي من الأول زي كهرباء وزي ما شفنا شكل الراجل ميستر بايلر بيبتدي يدخل كهرباء علشان الفترة اللي جاية لما ييجي حتى نقرب من ماتش الوداد يبقى في بعض العناصر اللي هي كانت غايبة يعتمد عليها زي كهرباء وجود كهرباء في الملعب أساسي الفترة دي دوافع بالنسبة لفريق طنطا من وجهة نظري أنا أنا مش شاف أي دوافع لفريق طنطا غير إنهم في الفترة دي بيعرضوا نفسهم تسويق يعني كابتن رضا عبدالعال سواء كابتن رضا عبدالعال أو لعيبة طنطا أعتقد ماتش بالنسبة لهم تسويق واستثمار دي حقيقة هنبدأ بطنطا طنطا إزا ما حدتك قلت فيه ده وقت كويس إن اللعيبة اللي كان بتقدي السيزن طول السيزن بشكل كويس إنها هتحافظ على شكلها فيها طنطا فيها لعيبة كويسة ممكن تلعب لفل أعلى من طنطا شوية ممكن يبقى ليهم متواجد في فريق تاني أعتقد برضو ممكن يبقى عزين يخلصوا السيزن بأعلى ساسمار هم ممكن يخرجوا بين السيزن إذا كان بها لعيبة أو أو إن اللعيبة تقدم مستوى كويس أو إن هو يخلق كمان نشيئين أو حاجة تستفيده في السيزن الجديد في الممتاز به فهي الدوافع اللي موجودة برضو نفس الشيء كابتال رضا برضو رايح الفرقة وعارف إن هم نزلين وأحيانا فيه إنت ممكن تعمل مباراة كبيرة مع فرقة كبيرة زي أهلي أو زي مالك ممكن مباراة دي تنقلك نقلة تانية نوعية إحنا عارفين طبعا إن كل المدربين لما بيلعبوا أو كل اللعيبة لما بتلعب قدام فرقة كبيرة بيبقى مباراة مختلفة شوية يعني مباراة للأهلي والزي مالك متشافة بشكل أفضل وإن هو المكسابه للأهلي والزي مالك بيوفر عليك إنه عمل سيزون كامل بما تكسبه بخساراته ومش فرقة كتير ولكن ده دافع لفرقة تانطة فرقة الأهلي أعتقد الدوافع يعني فيه فيه كذا اتجاه للدوافع الدوافع إن اللعيبة توصل للتوب فرن بتاعها الدوافع إن اللعيبة تكسب كل الماتشاب بتاعتها قبل مباراة الوداد ودي حاجة مهمة جدا إنك تدخل مباراة الوداد وإنت بتكسب ودي حاجة كويسة زي زي فترة الإعداد في المباراة الودية بتبقى محتاج إن أنت تاخد ثقة لعيبة عايز تاخد ثقة وأنا شايف إن الفترة دي هي فترة إعداد لدوري أبطال أفريقيا مباراة الوداد وإن شاء الله مباراة الفاينل يا رب وإن شاء الله نديها يتوق بالبطولة بإذن الله ففيه دوافع كده فيه دوافع تانية منافسة اللعيبة لبعض يعني برضو أنا عندي دوافع النهاردة موجودة فيه كذا لعيب دخل في الصورة فبالتالي هيبقى فيه دوافع بين اللعبين إنه يؤدي كل واحد أحسن مستوى عنده عشان يبقى ليه دور في القائمة وإن هو يبقى ليه دور مؤسر في المباراة إن شاء الله القادمة بإذن الله ومباراة الفاينل إن شاء الله يا رب ففيه دوافع كتير وأعتقد برضو الجهاز الفني برضو عنده فرصة إنه هو يشوف اللعيبة مع بعض تركيبة اللعيبة مع بعض في الفترة فاتت ممكن ما كانش فيه وقت مناسب لإن كان فيه بعض اللعيبة عن ضع إصابات وكان مباراة متلحمة فأعتقد دلوقتي هيبقى عندك وقت كافي إنك تجهز بشكل كويس بدنيا كمان إنك تقدر تريح اللعيبة بشكل مناسب المباراة الفاتت علي مع بعض الكام مريح النهاردة موجود ممكن تشيل مباراة في النص تعمل استشفى سريع للعيبة وتتخليهم وصلوا مباراة الوداد في أحسن حال أتمنى إن احنا نفضل ماشيين بالمستوى ده ويكون كمان يكون فيه معدل تهديفي كويس مهم جدا إن يكون في المنشاط دي يكون عندي معدل تهديفي مش لزيادة الأهداف لإن كل جول كل لعيب يسجله بيديله دفع أكتر وبيديك معنويات مرتفعة والوقت ما بين دلوقتي مباراة الوداد خلاص ما بقاش بعيد فالتوب فورم بتاعتك لما توصل في الفترة دي مش هتلحق تقع منك في الأسبوع والعشر تيام بتاع المباراتين أو حتى الفاينل فدي نقطة كويسة وإن بداية السيزن هو كان الكيف كان بيتصاعد ودي حاجة كويسة جدا إن انت أحسن من أنت ما تدقش في التوب فورم وباقيات تنزل دلوقتي ده أحسن وأعتقد اللعيبة عندها الدفع ده وكل واحد بيفكر في مبارات الوداد مش النهار ده بس فكل واحد عايز يعمل أحسن حاجة عشان يوصل لمبارات الوداد بشكل كويس إن شاء الله